نددت منظمة العفو الدولية أمس بالاعتقال غير المبرر للناشط الإعلامي إحسان القاضي داعيتنا السلطات الجزائرية إلى الإفراج عنه فورا والترخيص لمؤسستيها لعلميتين بإعادة فتح أبوابهما وقالت أمنيستي انترناشنال إن السلطات الجزائرية جددت بشكل تعسو في يوم الخمس عشر بيناير الاعتقال الاحتياطي لصحافي إحسان القاضي بدون حضور فريق دفاعه مشيرة إلى أن محكمة سيد محمد بالجزائر لم تخبر محاميه بتقديم الجلسة الاستئنافية التي كانت مقررة في 18 يناير إلى تاريخ سابق وسجلت المنظمة غير الحكومية أن الاعتقال غير المبرر للقاضي من قبل السلطات الجزائرية يشكل ظلما جسيما يفاقمه انتهاك حقه في محاكمة عادلة للصحافي القاضي